كل سنة وكل إعلامية مصر بألف خير وسعادة ودايماً زي ما بنقول وأنا واحد من هؤلاء الإعلامين وأتشرف أن أنا بخرج من مدرسة الإعلام المصري والعربي والإفريقي ما سبيره أن إحنا نقدم ولو خدمات يعني تكون كل واحد فينا يقدم خدمة لهذا الوطن بكلمة حقيقية بخبر حقيقي بمعنى إحنا نقدر نوصله لحضراتكم وده بتأكيد مسئولية مهمة جداً وكبيرة جداً على عاطق من يعملوا في مجال الإعلام النهاردة زي ما بنقول دايماً أنه هنحتفل بظهور أو إطلاق أول صوت من الإزاعة المصرية وده بتأكيد زي ما بنقول دايماً أنه مصر كانت سباقة في كل المجالات إزاي قدرنا أن إحنا ننجح في مثل هذا نوع من العمل إزاي قدرنا أن إحنا نوصل للعالم العربي كله ونأثر في دول حوالينا كمان ده اللي يمكن هنسمعه النهاردة مع ضيفي وضيف حضراتكم برحب الأستاذ محمد رمضان مدير تحرير مجلة المصور أهلا بكم حمد أهلا بكم حضراتك كل صحيحة كل صحيحة حضراتك طيب وحضراتك طيب يعني بنتكلم على فرصة مهمة جداً عيد الإعلاميين وبنتكلم على أول إطلاق للإذاعة المصرية كان سنة 34 وفي كل سنة في هذا العيد بنتذكر الصوت الجميل أستاذ أحمد سالم هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة دي استمرت حتى يومنا هذا ولو إحنا ما سمعناهاش نحس إن في حاجة حصلت يعني في حاجة طيب نبدأ منين في مسيرة هذا العملاق الضخم من التفقيف والتنوير الحضاري الحقيقة اللي قدمته الإذاعة المصرية أولاً أنا بهني كل إعلامي مصر وخاصة الإذاعة المصرية لأن الإذاعة المصرية لعب الدور كبير قوي في حياتنا خاصة في حياتي أنا كواحد من جيل السبعينات لأن الإذاعة أثرت فينا وأثرت وجداننا شكلت وعينة ويعني كان لها دور في بناء الشخصية المصرية صحيح الإذاعة المصرية كل المصريين بل كل العرب مدينين لها بفضل كبير جدا هنا القاهرة هنا القاهرة هي مش جملة عابرة لا هي ليست جملة عابرة طبعاً بكل صراحة هي تأكيد على هوية مصريتنا وتأكيد على هوية الإبداع المصري في حد ذاته نعم يعني صوت الإذاعي الكبير أحمد سالم يعني يمكن من الرواد أو يمكن هو طبعاً من مؤسسين الإذاعة المصرية ده لازال يعني موجود في وجداننا نعم وفي مسامعنا والغاية النهاردة إحنا مرتبطين ببناء القاهرة ويا رب دايماً يبقى هنا عايزة أقول معلومة لسيدة المشاهدين أنه إحنا بدئين قبل 34 كمان بكتير سنة 1925 أو 26 كانت الإذاعات الأهلية وكانت منتشرة جداً في مصر وكانت كمان بتتعامل بنظام الإعلانات اللي هو إحنا النهاردة بنشتغل بيه أو منذ فترة يعني بنظام الإعلانات لكن جاء مرسوم ملكي في ذلك الوقت بعد ما كل بقى حد عنده إذاعة ابتدى يقول أخبار مغلوطة ابتدى يحصل بلبلة طلع مرسوم ملكي برفض هذه الإذاعات تماماً وتعاقده مع ماركوني شركة ماركوني التليغرافية التليغرافية اللي إنشاء أول إذاعة لاسلكية في مصر أعتقد أنه هنا كان فيه تقدم كبير جداً ووعي عند الحكومة المصرية في ذلك الوقت بأهمية الإعلام لو جينا تكلمنا على الجزء ده سيد محمد يعني نقدر نقول إيه فضل إفن طبعاً بلا شك الإذاعة كانت هي يعني اللبناء الأولى في الإعلام المصري أو لترسيغ مفهوم الإعلام المصري وتشكيل وعي المواطنين ومن خلال بقى البرامج المختلفة اللي قدمتها والمواد العلمية والتثقيفية اللي ابتدت تبس من خلال الإذاعة أو عبر الأثير الإذاعة المصرية تحديداً اهتمت بعملية الفكر والتنوير حتى هنجد أن مع كل ساعة دقات الساعة جامعة القاهرة ودي لها دلالة ورمزية بالاهتمام بالعلم يعني احنا دايماً ارتبط في وجداتنا أن احنا كل ساعة بنسمع دقات ساعة القاهرة من خلال آآ أسير الإذاعة المصري صحيح فده في حد ذاته شيء مهم جداً خلى الناس ترتبط بشكل غير مباشر بأهمية العلم وأهمية يعني ايه في جامعة في مصر لغاية النهاردة احنا بنسمع مهم جداً يا سيد محمد اللي حضرتك عملته دا دي جزء ايه مهم جداً وبعد دقات ساعة القاهرة بنسمع هون القاهرة أيضاً هون القاهرة تعالى نروح لجانب من جانب اللي قدمته الإذاعة المصرية للأسرة المصرية الحقيقة حضرتك ذكرت أنه كانت لعبة دور كبير جداً في تشكيل ووعي وجدان الأسرة المصرية من مجموعة من البرامج المهمة جداً اللي كانت بتخاطب هذه الشرائح الراديو كان صوته ما بيطفيش من البيوت المصرية كان جزء مهم جداً لو اتكلمنا على الحالة الفنية كانت سيتم وكلسوم كانت بتقول حفلة كل أول شهر الأسرة كلها وأحياناً الشوارع كمان يعني اللي عنده راديو كانوا بيطلعوا في الشارع يعني الحقيقة عملت ربط مجتمعي قوي جداً جيد الإزاعة المصرية دخلت كل البيوت كانت ضيف عزيز جداً علينا في كل بيت مصري وكل بيت عربي أنا واحد من الناس ارتبطت بالإزاعة من صغري لأن أنا كنت بأس حالصبح وأنا راح لمدرسة لازم والدي يشغل الإزاعة البرنامج العام ساعة ستة الصبح يسمع القرآن الكريم الأول وبعدين نبتدي بقى بوجبة داسمة من البرامج الجميلة وكنت طبعاً على ما أتذكر طبعاً والبرامج اللي أنا ارتبطت بيها فعلياً كانت طبعاً همسة اعتاب كلمتين وبس اللي قعدت 35 سنة بصوت فناننا الكبير صحيح فكانت صياغة بليغة جداً كان مع الكاتب الكبير طبعاً الأستاذ أحمد راجب والأستاذ أحمد شافي والأستاذ أحمد شافي بأجد فقدر إن هو يلخص لنا أهمية الإزاعة في كلمتين وبس ولذلك برضو لما هم جميعيدوا التجربة تاني مع شريف مونير يعني ما نكحدش التجربة قوي لأن الناس ارتبطت بصوت فؤاد المهندس صحيح ده على مدى 35 سنة تاريخ ده عمر أجيالي جميل جير كده كمان همس التعتاب همس التعتاب كان برنامج جميل جداً لأنه في نوع من التواصل ما بين هموم ومشاكل الناس والإزاعة فخلى الإزاعة تقترب من جمهور الشارع المصري بشكل وطيب جداً تعالي نروح للدراما الإزاعية دراما الإزاعية يعني لعبة دور كبير جداً في أنه زي ما بنقول دايماً فكرة التخيل وفكرة أنه المشاكل المجتمعية كانت بتعالجها إزاي في الدراما الإزاعية أصوات الفنانين اللي كانوا بيؤدوا هذه الأدوار اللي كانوا بيلعبوها كانت حاجة جزء مهم جداً والتركيز منها مثلاً يعني من ضمن المسلسلات الشهيرة عائلة مرزوق طبع عائلة مرزوق العربات البيوت من أهم البرامج الإزاعية الجميلة اللي الواحد كان بيسمحها برغم أنه هو كان طفل لكن ارتبط بصوت الإزاعية الكميرة صفية المهندس نعم وارتبط بعائلة مرزوق واعتبر نفسه أنه واحد من أفراد العيلة دي لأن العيلة دي كانت بتمثل كل بيت في مصر بالضبط كده يعني لما تسمحها تحسن يعني أنت منفاصلة عن الواقع المصري بالعكس القصة دي في البيت عندنا طبعاً وهم بيحكم كل بيوتنا نعم وكل مشاكلها الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي يعني أي حاجة بتدور داخل الأسرة المصرية كانت بتناقش من خلال عائلة مرزوق أنا يعني أنا بصراحة كنت بعتبر نفسي يعني أحد نمازج عائلة مرزوق هي شخصية حمادة اللي كانت دايماً الابن اللي كانوا بيصيروا مشاكله ونظام تربيته وارتباطه وحاجات كتيرة قوي جميلة جداً وارتبطت بوجدانها نعم كان من القضايا أيضاً اللي كانت بتناقشها الإزاعة المصرية بشكل حقيقة سهل وسالس ويوصل للمسؤول ويوصل للمشاهدين حتى برنامج على النص يا مثلاً من البرامج للإزاعية الكبيرة الأستاذ أعمال فهمي يعني عايز أقول أنه مثل هذا التاريخ هو مشاكل وجدان وثقافة المجتمع المصري في وجهة نظرك سيد محمد أهم رسالة قدمتها الإزاعة المصرية أهم رسالة قدمتها الإزاعة المصرية زي ما حركت فضلت وقلت إنها يعني إنها عرضت مشاكل الناس بصدق شديد بدون تزييف للواقع أو بدون تزييف لوعيهم فنجحت في إنها خلقت جيل بلو انتماء للإزاع المصرية بلو انتماء للراديو بلو انتماء بلو اسمع الموزيع الفلاني لأنه صوته آآ شده خلاها يعيش في حالة جميلة جدا من الخيال الإزاعة المصرية هي سبب أو يمكن يعني حجر حجر الزاوية فيه آآ يعني آآ الإبداع المصري الجميل البسيط الإزاعة المصرية هي آآ حاجة يعني لما نيجي نتكلم على الإبداع كمان إنت بتسمع حاجة وبتتخيلها فلما بنيجي نقول الإزاعة هي فارسة التخيل حكي إنت بتتخيل إنه الناس دي قعدة إزاي بتتكلم إزاي إيه الموضوعات اللي بيطرحوها والحقيقة بتوصل بسرعة شديدة جدا لأنه التركيز بيبقى عالي عن التلفزيون إنت أحياني التلفزيون ممكن تفرج على ديكور تفرج على الموزيع لابس إيه وما إلى ذلك يعني لكن الإزاعة بتبقى الحقيقة الموضوع بيبقى آآ مباشر آآ الجميلة جدا فن الألقاء نعم خلت الواحد ارتبط بفن جميل دخل قلوبنا فن الألقاء وتميز الموزيعين في هذا الفن خلى ليهم شخصية صحيح كل الموزيع اللي هو شخصية متفردة نعم لدى كل مستمع صحيح وبنعرفهم على طول من أصواتهم طبعا طبعا يعني ما أكلمك مثلا على مجال تاني من المجالات أيضا الأطفال ولعب الدور كبير قبلة فضيلة قبلة فضيلة بابا ماجد بابا شارو الحقيقة أسماء يعني أنا برضو من الجيل بتاع حضرتك لكنه يمكن وانا وانت بنتكلم النهاردة في جيل كامل ما يعرفش هذا التاريخ إن هي وضعت فعلا حجر الأساس للثقافة المصرية والهوية المصرية افتكر إنه الإزاعة المصرية قدرت تحافظ على اللغة وتحافظ على العادات والتقاليد المصرية لغتنا الجميلة من فاروق شوشة الله يرحمه يعني ده كان أحد ربواد الإزاعة المصرية بصوته المميز وخلنا نرتبط به وكمان الإزاعة المصرية لعبة دور كمان مهم جدا في محو الأمية عبد البديع الأمحاوي نعم صحيح دروس محو الأمية علامة من علامات الإزاعة المصرية زمان يلي اتحرمتهم من التعليم يعني الإزاعة لعبة الدور جميل جدا في تعليم الناس كمان نعم وتعليمهم مش إرساء بس القيم لا ده تعليمهم والنهوض بفكرهم وخلت عندهم قدرة على زي ما حدق قلت التخيل تخيل الخيل هو الأرض الخصبة لأي إبداع يعني فده خلق لنا مبدعين كتير نعم زي دين ده الإزاعة كانت بتستعين بزخيرة الفكر المصري صحيح عباس العقاد صحيح طفي الحكيم طفي الحكيم حيال أسامي الكبيرة كل الناس دي كان ليها لقاءات في الإزاعة المصرية إزاعة المصرية ليها فضل كبير قوي على الناس كتير يعني لك أنت تخيل طبعا أن رمز من رموز السينما المصرية الراحل وحيد حامل نعم كان ابن الإزاعة المصرية صحيح لأنه بدأ من خلال الإزاعة المصرية بفيلم بمسلسل طائر الليل الحزين يتحول بعد كده بفيلم واللي عملوا في الإزاعة كان عادي الإمام عملوا في السينما عمود عبد العزيز أفكر حضرتك بألف ليلة وليلة طبعا وهذه القصص البديعة زرقاني وكل حقيقة النجوم اللي شاركوا في هذا هم خرجوا هؤلاء كبار الممثلين وكبار الأسماء في الفن المصري خرجوا من الإزاعة المصرية ومن ألف ليلة وليلة اللي لا يمكن أبدا حتنضب الخيال يعني أنا بقول أنه لو في صناعة خيال هتكون ألف ليلة وليلة الإبداع الحيراغ من أنه ما كانش فيه الإمكانيات بتاعت النهاردة خالص من الأصوات ومن المكساج اللي بنعمله والصوت والإموامة إلى ذلك لأ وطبعا ألف ليلة وليلة ده من تراث الإزاعة المصرية الجميل جدا مسلسلات الإزاعة اللي ارتبطت بيها يعني عريق يعني مجموعة كبيرة أو من أو قاعدة عريضة من الجماهير قاعدة جماهيرية عريضة لأنها برضو اعتمدت على الخيال واعتمدت على الإحساس وتنوع الصوت المؤدين من الممثلين وعملت نجوم زي زو نبيل زو نبيل فضلت تحتفظ بشخصية شهر زاد أو الشخصية دي حتى في فوزين رمضان في التلفزيون ده يحسب لها غير كده كمان صوتها والمقدمة طبعا طبعا غير كده كمان ساعة الألبك ساعة الألبك كان برنامج ده جوزي بقى رحيل الكوميديا بقى ده أخرج لنا جيل كبير جدا من كوميديانات مصر العظام آه أحمد الحداد أنا أتنكر يعني أتذكر خواجه آه أحمد ناس كتير طبعا وكتاب زي يوسف أوف آه طبعا والناس كتيرة جدا يعني ساهم في يعني أنه يمدنا بجيل رائع من الكوميديانات اللي احنا مفتخدينه دلوقت في طبعا في الفترة دي صحيح الأداء أستاذ محمد اللي كان بيعتمد عليه أو بتعتمد عليه الإزاعة المصرية زي ما أنا قلت لحضرتك يمكن كان مهم جدا التنوع اللي لعبت الإزاعة المصرية في هذا الدور والتنوع كان كبير وكتير الحقيقة يعني ما بين ثقافي وفني وموسيقي وعلمي يعني كان جزء مهم جدا أنت لما بتيجي تستقم روافض الحياة هتفتح الإزاعة المصرية وحتسمع كل هذه الألوان أعتقد أنه دي كانت رسالة مهمة أيضا من القائمين على العمل الإعلامي في ذلك الوقت طبعا لذلك المصرية ده إرث فني وفكري في تاريخنا بشكل ممتع وشكل يعني بيؤكد على أن المصريين هم أصحاب الإبداع في الوطن العربي كون الحقيقة يعني فكرت هنا بأيام جميلة الله يخير برامج أروع وهي فعلا زي ما بنقول أنه لسه مكملين حوارنا مع حضراتكم طبعا عن بعيد الإعلاميين وعن أول انطلاق للإذاعة المصرية يعني بالتأكيد كل الزكريات دي أنا بتكلم أعتقد أنه أجيال كتيرة جدا عاشت هذه اللحظات وقدرت أنها تتعلم الإذاعة المصرية نورتني أستاذ محمد شكرا جزيلا لوجودك معي شكرا جزيلا أستاذ محمد رمضان مدير تحرير مجلة المصور أخرج لفاصل مستمرين في الحوار عن الإذاعة المصرية وإبداعاتها التي لا تنتهي بالمرة أبغمانة